تصرف صادم جورج والسوف تجاه احد المعجبين كيف فسرت ميريان فارس معاني اغنيتها للملحن مين هو ملك جمال لبنان الجديد وهل يستحق اللقب اضافة لرقصة امنا الغولة مع وعد باحد المناسبات رامي عياش يستمر بمسلسل التغزل بزوجته اضافة لاخر اعمال الفنانة انجي فرح وغوار الطوشي يهين الفنانة صباح الجزائري ومواضيع اخرى متل العادة ما رح فيكن تقفوا ولا موضوع خليكن امتباين نشرت ميريان فارس فيديو على منصة انستغرام ومتل العادة الغت خاصية التعليقات ولكن نحن فينا نعلق هون بحرية قررت تفسر معاني الاغنية يلي هي بتغنيها بالعادة للملحن بالستوديو خلينا نشوف شو قالت ونعود للتعليق اذا البنية حبت اذا حبت البنية تبيعها لكون ما يهم مين تحبك كان ما يكون مين ما كان يكون اذا زعية تجيبك وين ما تكون تربالك ترى منك هادة لبنية تدق القاع تخبط اجرب الارض تزلل انا باني وباني احلى عشر وحبك قدي هذا الكون وعشرة هلا عراسنا الغنية حلوة وضربت وجابت مشاهدات عالية بس انو ليش عم تحكي بهايد الطريقة كان ما تكون وجايك رزقه بعد ثلاثة اشارات وفي اف عصالية عليك ولي تحت الارض ريتك ها مانو تفسير غنية هكس عشواي فكر ناكي براجة بصارة بعد ناقص تحطي الزيح وتقولي له بايد يدك ها هالطريقة اللي عم تحكي فيها ما خاصة باللهجة العراقية يعني طريقة ادائك للموضوع متل البصارين والعرفين يمكن مش شين هيك لغيت التعليقات العير في حالة مخبصة شوي بالفيديو صدم جورج والسوف الجمهور بانتشار فيديو لقلو من احد حفلاته عم ببهدل احد المعجبين خلينا نشوف كيف تصرف ونعود كلام الناس لبي قد عود عود شو هاي وعلو عود خليك محق ولا بيقدم ولا بياخر يعني بريك بنص الغنية عجبني كيف بهدلو للزلمة رجع كمل الموال استراحة ونعود شو هاي ده ما عم بفهم يعني حسسني عشوي انه مدير مدرسة ممنوع العلكة بالصف وبدنا نطلب اذن قبل ما نروح على الحمام هلأ ما فينا صراحة نحكم على الموضوع بشكل دقيق لانه ما عرفنا الطرف الاخري اللي هو المعجب او المشاهد شو تصرف او شو عمل بس انه بنفس الوقت خير انه انت بحفلة وجاي العالم بتتابعك يعني وبعيد عنك يعني لا بطلع عالمسرح ولا شي لاش عم بتبهد له ما بعرف اذا جورج والسوف دايق خلقه ومعصب وفش خلقه بهالزلمة يا حرام يعني انتشر على المقطع تبهد الميح المنشاف مين هالزلمة اللي اكل عيطة صار الجمهور بده يروح يتابع جورج والسوف ويده على قلبه تنظمت مسابقة ملك جمال لبنان ومثل العادي بيت فلسفه بالاسئلة وهلأ بعد ما عرضت الحلقة ولكن تسربت تسرب السؤال وعمله مقابلة مع الملك وقدرنا نعرف مين هو خلينا نشوف مقاطع قصيرة ونشوف شو السؤال سألو يا اللي ربح على اساسه وانا اعود للتعليم فبروك على لقب ملك جمال لبنان الاحساس اكتر من حلو لانه من بعد كل هيدا الطعب قدرنا نجني سمارة هيدا الطعب الحرب على غزة يا حدرست يا رشاد اتباه العالم بالفترة الاخيرة اصوات كتير من لبنان عايت لمنع تمدد هذه الحرب الى لبنان تحت شعال لاحب شو رأيك بالموضوع مصد خير بهذه الليلة من وجباتي ادامة مع غزة معنويا ولكن من وجباتي اكتر ان احنا بلدي انا ضد انفراض لبنان من الحرب بسبب عدم قدردهم على محمل اعباء هيدا الحرب اكتصاديا واجتماعيا اربع ستين ملقنا فيهم ازامات متصادية خائفة تدهول بنا فقطية ازا بساري في بعض الدول ساعدتنا لاعادة الاعمار اليوم احدا مستعادة ساعدنا بسبب حساسي بخطة ستين اعباء رح اتخيل حالي انا المتسابق بملك جمال لبنان يعني بعيد الشارع عن قلبي واجاوب عالسؤال بطريقة منطقية وصريحة اكيد انا من وجباتي انو اتضامن مع غزة مشين هيك انه تفتح وجبه وشلت شعرات جسمي بالنار ولبست الكلسون وبالكلسون نحن متضامنون ولا تحت الارض راتكن رفنا انو تروجوا لاجندات سياسية بقلب مسابقات الحنك وان شايفين شو خاص ملك جمال لبنان بسياسات لبنان وبالبيئة عشوي رح تحاسسونا رح يطلعوا على الامار يكتشفوا كوكب جديد هن بالاخر بيعملوا مزيعين ربط او بالفقرة الصباحية بيحكوا عن خالهم خلص العالم صارت واعي وفهمت بتجوا بتسقلون عن طبقة الاوزون والسلم والحرب واجندات اجندات وصل هالجواب يعني انا ما اناعني بالمرة يعني انا كنت بقول العكس للصراحة لما فيني شوف شعب عربي واقعد اتفرج وفق بزر وايجي بالكلسون نحن متضامنون كتير زابطة انتشر فيديو لكل من احلام ووعد باحد المناسبات يمكن حفلة محمد عبدو فرجونا تحفي لوحة راقصة خلينا نشوف هاللوحة ونعود للتعليق موسيقى 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 عجبتني كتير طريقة رأس احلام لدرجة انه تذكرت الميكنس الكهربائية المدورة هايدي الروبو اللي نازل جديد اللي بتمسح الغبرة وبتمسح الارضية يعني نفس الشي ولا تحت الارض رأيتك عريتها لا والمدحك بالموضوع لما كانت تطلع مقابلات ويجيبوه لها سيرة شمس تقول عنو نرقاصة انت شو عم تعملي يا اختي شو عم تعملي بها دا الفيديو مسلا عم بتصلي مانيك عم ترقص لا ونعمل راقص على الايلي شمس بتعرف ترقص انت لحتى تبرمي خسرك بتكون الارض خلصت برمتها حول نفسها 24 ساعة وانت بعد ما خلصت البرمي يعني فكرتوا بالعرض البطيء اول ما شفت الفيديو انتشر فيديو لرامي عياش عم يتغزل بزوجته مثل العادي باحد المناسبات خلينا نشوف هيدا الفيديو ونعود اتعجبت فستاني تعرف كنت بحدي فستاني زهاري فرادي رجل بسكو فرحت لعن زهاري وجبت له هيدا فستاني منذ ما تعرفه اعطيته الايسات اعطيته الايسات اعطيته اقسيت من جمعة ضعفت بس اعطيت اعطيت جمعة كتير من وراك من ورا مين نورا حماني وساني ساني كويتش انا كتير اساني بالاكاس منحبكم كتير عن جد خلينا هيك اليوم تكون مموري كتير حلوين يعني اللي بتابع اخبار رامي عياش وزوجته بحسن عايشين بكوكب اخر جلقان جلقان كل يوم الصحافي يعني كل الشهر بدنا نشوف هيدا الاخبار تغزل بزوجته لبسها الشحوطة قدم لها الساعة قدم لها الفطور يا اخت شو هالعلاق الخنف وشررية اللي ما بتتصدق كل حب وغرام اطول من المسلسلات التركية من اول ما تجوز و بتابعوا زهقنا يا خي ما بتتطلقوا ما بتلقوا مع بعضكن ما بيصير في مشاكل بالبات ما بيصير في خلافات ما بتعمل شي واحدة سحر اسود شي عام اطجرنا كمان العلاقة يعني اكتر من الزون ولا ملحمة كايس وليلا يعني بدنا نروق ولي تحت الارض رايتك جراسينا انتشر مقطع للفلتانة القاديرة انجي فرح من احد حفلاتها باحد المناسبات خلينا نشوف شو غنت ونعود للتعليق موسيقى بدك تقعد مع الكبار فز وخلي الرمان يطير وشيل ولا تحت الارض رايتك عرات رميناتك شو هيدا يا عمي؟ شو هيدا انا بعرف انه الفناني الفنانات بشكل عام قبل كل حفلة بيدربوا الاحبال الصوتية انت عم بتدربة الاحبال الصدرية احبال الصدرية لحتى ما يفلتوا لانه كل شوي على الهز والفش بدنا نحصل ونقرض وطلوع عندك صوت يا اختي في صوت يعني في ندفة صوت احسن من غيرك لشو متكلي هالقد على البضاعة برا وبضاعة جوا وبضاعة من تحت وبضاعة من فوق ما بيصير خلص يعني اوكي اثرت الجدل اول شي بس ما فينا نضلنا هيك يعني بالواحد بعدين ممكن ننصح ممكن يصير عنا وضع صحي كورتيزون ونننفوش هالقد با فيك تضلك متكلي يعني على الاحبال الصدرية بنلا نقشط ونحصل ونصلب ضاعة برا هيدا منو فن انتشر مقطع للممثل السوري دوراد لحامل لما سألوه عن علاقته السابقة بصباح الجزائري يلي كلنا بنعرف انه تجوزوا لفترة قصيرة وطلقوا وكان زواجه السينة خلينا نشوف شورد على هيدا الموضوع ونقول او بتزوج لفترة طويلة لفترة قصيرة من الفناني السوري صباح الجزائري لمدة ستين يوم كنت بنفس الوقت متزوج من الست هاله هل بتعتبرها غلطة وندمان عليها؟ اكيد هيا تخفيني ساميها نزوة بنفس الوقت خلينا نتذكر الممثلة السوري صباح الجزائري لما سألوه عن هيدا العلاقة كيف حكيت عنها لما كنت صغيرة كنت بعلاقة حب بس دفعت تمن غالي كتير بهذا الحب يعني انا بتأسف انه ممثلة كبير مثل دوريد لحام يقول عن قيمة فنية كبيرة بالاخلاق وبالرقي وبالتمثيل مثل صباح الجزائري قال عنا نزوة بينما هي قالت علاقة حب يعني شوفوا الفرق يعني الله يسامحك يا صباح الجزائري بهديك الفترة يمكن كنت صغيرة ومانيك فهم المواضيع صح بس انه كل شي فيه ما لقايت إلا غوار الطوشة بهديك الفترة منيقلمنا اخدي عمر الشريف او رشدي ابوزة يعني او يعني شو الواحد بده يحكي؟ يعني حتى الفنانين الكبار عم يغلطوا بحق بعض شو تركنا للفنانين الصغار او لليوتوبز واليوتوبزات والتيك توك زيت ايش بده اذا اذا القيمات الفنية الكبيرة عم تغلط هيك شو ترك للا غيرهم بمقابلة اجرت ليال عبود مع احد الصحفيين علقت على الصحافة الصفراء خلينا نشوف شو جاوبت ونعود للتعليق ليال جرأة لوين كتير انتقدوه خصوصا اخر اطلالات يعني العالم عم تقول انه ليال صارت اكثر جرأة باللبس اكثر جرأة بالمغنى اكثر جرأة بالحضور اكثر جرأة باني افرد نفسي بغض النظر عن كل العالم ولسانات الصفراء لانه ما بتعنيلي الصحافة الصفراء انا بدعس لحظة كعبي كتير عالي بليز صور تحت بليز من بعد ازنا بحط الصحافة الصفراء تحت فبدعس عليها بعلا اكثر خبطت ادم كن عالارض هادارة هادارة ولتحت الارض ريتك يعني ما فينا نحكي نجي عالصحافة الصفراء ونحطها تحت افا صرميتنا ونحنا معها منزيح الكاميرا عن افا دريارتنا يعني احنا كمان شو منحط على السوشيال ميديا بدا تجي التعليقات يا اختي صلك اخر فترة على جميع المنصات صرنا عم نشوف الافة اكتر ما عم نشوف الادام الفيتاس اللي عندك معلق على الاريار ما فيه درايف كله اريار يا اختي صرنا عم نعرفكم من وراء ما عم نشوفوا وجوهكم بقى فما فينا نحكي بهالطريقة ايضا على الصحافة اذا مستوى الفيديويات اللي عم ننشرها على مواقع التواصل عم بيقتصر وعم بيركز كتير على منطقة معينة فمتى من نهاية احنا الصحافة ما عم بتجيب شي من عندها يعني كله انتو عم تعرضوه وبتجي عليه ردات الفعل بودور ابراهيم معصبي كتير من شخصية تانية اسمه مشعل الخالدي لانه نشر الاسنابشات تبعه يعني اليوزر تبعه وحط قلوب فكل العالم فكرت انه في علاقة غرامية بينه وبينها خلينا نشوف كيف ردت عليه ونعود والله العظيم جاني تهزين من صديقاتي من اهلي من قروب عيالي يعني انت تبغى تنشر اسنابي جديد تنشرها بالطريقة هذه بالطريقة المنحطة هذه وعلنها للملأ وضيفوا حسابها الجديد وحاط قلبين احمر يعني انت الغمي في الشارع بيفهم انه انه زواج يعني وانت تتركك على جنب وسلوبك المنحطة اللي تبغى يعني تنشر اسنابي فيه انا ما انطلبت بتنشر اسنابي انا بدور ابراهيم اتزوج بالطريقة هذه ومع احترامي لك يعني انت ولد ناس ومشالله عليك بس لو ايش ما تزوجتك انت سوري يعني انا اعرف من اتزوج انا مفرق راسي هذا مو اي احد يحصل عليه زيك؟ مفرق راسي مو اي حدا يحصل عليه الله عليك يا مفرق كبري المدينة انت يا الحد الفاصل بين جدة والمدينة يعني شو هالمفرق الكتير مهم رزق الله عايام ما كان راسنا كله املوا السبان ويجوا بالمزوت ينقعوه لحتى يشيلوا منه شو هالحكي هذا؟ ما انا مفهوم الموضوع انه عم تعملوا تريند لحتى تروجي لأكاونتنج الجديد يعني بتعملوا ضجة بس كمانة يعني كتير نزلت بالزلمة كتير هايدي الطريقة عطول مويني للرجل انا ما اي حد يساعة زين كرازون بتطلع ليساعة هايدي ابو كرشو ما بيصير يا جماعة يعني كمان ما فرجونا انتو الامير ويليام ياللي بدو ياخدكن ما عم منشوف شي يعني وين هالعرسين اللي واقفين بالصف ما فرجو العالم وبعد هنا رجعوا نطقضوا وعايبوا برجالي التانيين ولي تحت الارض ريتك جراسينه مثل العادي ما فينا الا ما نتشكر جميع الداعمين ياللي عم بيساهموا بشكل كبير بنجاح هايدي البرنامج واستمراره عبر ميزة السوبر تانكس شكر كبير لأثاري العنازي ولندا تامر شكر كبير لجميع الاشخاص ياللي عم يتواصلوا معي على انستغرام لاكتراح المواضيع وياللي زودوني بجزء كبير من هايدي الفيديوهيات المهضومة ياللي شفتوها هايدي الحلقة او غيرها اذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة وحبينوا تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا السبسكرايب وهم الشي لحتى ما يفوتكن اي شي جديد انه ترنوا الجرس لانه اللي جاية اقوى بكتير